السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف صحتكم واخباركم رجحت اليكم بعد خياب طويل وطبعا كلكم عارفين ظروف الكورونا العالم كله كمان في ظروف خاصة الفيديو او الفكرة بتحت اليوم عصائر كريستال او العصائر اللامع الطريقة سهلة جدا بنحتاج لملمة العصائر انا استخدمت ملمة على الحلويات لانه ما عندي ملمة على العصائر وممكن تتحصلوا عليه من امازون او اولاين ملمة على العصائر انا استخدمت ملمة على الحلويات طبعا في اختلاف واصائر شفاف او اصير ليمونة تتعمليها في البيت وتضيف اليه والوان والملمة او كمان بتجيبوا العصير بتاعت السودة الابيض وبتعملوا الالوان اللي انتم عايزينها وتخدوا الملمع ملمة على العصائر الفكرة سهلة وبسيطة جدا جدا وصراحة انا عجبتني الفكرة وخاصة للمناسبات الخاصة وكمان لضيوفكم والمميزين وتخيير للاولاد فانا بفضل تشتروا الملمعات العصائر افضل عشان اللمع بتكون اكتر من كده واوضح من كده انا هنا استخدمته موية عادية بتشكل العصير شايفين كده حاول اصور ليكم من قريب اكتر عملت لون بلو وعملت لون احمر وهعمل لون بنفسك كلها نفس الفكرة حبيت عملهم كلهم قدامكم اشان الفكرة ده غاليكم اكتر ده الملمع بتاعت الحلويات فامشوا على جوجل بتلاقوا ملمع العصائر او انا كمان اشوف صورته انا ازليكم في المنتدى بتاعت الخنا حبيث موية ولون والملمع وامزجهم وخلاص الموضوع انتهى يعني ما فيها تعب وما فيها يعني حاجة كده زي ما بقوله يعني يذكر بس الاساس الاساس في الموضوع الملمع ولازم يكون لون العصير الاول مادة المستخدمة في العصير لون شفاف زي الموية او عصير الليمون او كمان الاسائر الشفافة زي الميراندا والسودا انا بفضل السودا عشان اللمع بتكون زي ما هي ده اللون التاني او اللون البنفسك هجرب لكم من قريب عشان تشوفوها صراحة حاجة زي ما عم تقول عليها بريستيج تخيير تخيير صراحة انا اجبتني الفكرة يلا شايفين هنا اقرب الكاميرا جريبة شوية كل ما هرك العصير بتشوفو اللمع بتشوفو